بعد تصريحات مقتدى الصدر بأنه سوف لا يتدخل بالتظاهرات لا بالسلب ولا بالإيجاب فإنه في واقع الحال يلبس ثوب التظاهرات أحياناً ويخلعه أحياناً أخرى محاولان الظهور بمظهر القائد الشعبي والوطني لكن أوامره الأخيرة لأصحاب القبعات الزرق باقتحام ساحات التظاهرات والاعتداء عليهم جعلت الصورة واضحة لكل ذي عينين بتبعية مقتدى وولائه الكامل لإيران وكشفت بشكل جلي عن الطرف الثالث الذي يقتل المتظاهرين السلميين استمرار التظاهرات بتلك الأعداد الكبيرة لم ترق لمقتدى الصدر الذي أعلن انسحابه من دعم المحتجين معتقداً أن قراره سيقضي على الثورة ومتوهماً بامتلاكه القدرة على تحريك الشارع نحو رغباته المرتبطة بإيران لكنه فشل بقبعاته الزرقاء عن تحقيق ما يصب إليها اعتداءات أصحاب القبعات الزرق والقوات الحكومية وميليشياتها على المتظاهرين وارتكاب المجازر بحقهم وحرق خيامهم دفع اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشريين لتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتدخل العاجل لوقف المذابح التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون في العراق وأن استخدام السلاح ضد متظاهر العراق أصبح سياسة ثابتة للقوات الحكومية والميليشيات المسلحة الموالية لإيران كما بيّنت اللجنة أن عدد الضحايا من المتظاهرين منذ تشرين الأول 2019 تجاوز 800 شهيد وما يزيد على 25 ألف جريح إضافة إلى مئات المختطفين والمغيبين قصريا وأشارت اللجنة بالقول إن القبعات الزرق تنفذ أسلوبا جديدا لأجندة إيرانية تريد بها شق صفوف المعتصمين السلميين وتمرير مرشح الأحزاب الفاسدة من جانبها نددت مفاوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقمع القبعات الزرق التابعة لميليشيا السرايا التابعين لمقتدى الصدر للمتظاهرين السلميين وعبرت الناطقة باسم المفاوضية الأممية مارتا هورتادو عن قلق المفاوضية إزاء تصاعد العنف في مدينة النجف ما يثير مخاوف جدية بشأن عجز الحكومة المستمر عن الوفاء بالتزامها بحماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات وفي ظل تخبط الصدر ومواقفه المتذبذبة التي ترسم له في طهران فإنه يتأرجح بين حرصه على السلطة وبين محاولة كسب عواطف الشارع الذي نبذه بعيدا بعد ارتكابه للمجازر بحق المتظاهرين الذين يصرون رغم عمليات الحرق والترهيب على الصمود في الشارع للتأكيد على استقلالية التظاهرات وأنها موجهة ضد الطبقة السياسية بما فيها الصدر الذي شمله المحتجون بالهتافات التي تتاهمه بالخيانة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر